كيف وصلت هذه الشجرة اليمنية النادرة الى الامارات او بلا صح من سرقها حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لشجرة دم لخوين معروضة في ابوظبيا وهو ما جعل تقريرا لموقع استمنوتور البريطاني ترجمه المصدر اللين يضع علامات استفهام حول كيفية انتقالها مع انها لا توجد الا في جزيرة سقطر اليمنية كان سكان الجزيرة قد وجه اتهامات متكررة للامارات التي يصفونها بالمحتلة باستطوي على عدد من اشجار دم الاخوين فضلا عن توثيق تقارير سابقة لعمليات نهب اماراتية طالت الطيور النادرة واحجار الشعب المرجانية وهي العمليات التي تمت منذ وصول القوات الاماراتية الى سقطرة في ابريل 2018 لا تكتفي الامارات باستطوي على الاشجار والطيور والاحجار النادرة اليمنية بل تقوم بسحب كل شيء تابع لها حيث واكدت مصادر صحفية بان الامارات شحنت كامل معدات المحطة التربينية بعد ايام من سحبها عتادها العسكري واجهزتها الفنية من عدن ولحج وفق تفسيرات كثيرة فان عقدة النقص الحضارية التي تعيشها الامارات جعلتها تسطوع على كل ما يقع بيدها من حضارات الاخرين ومنها الاشجار والطيور النادرة في سقطرة بعد ان جندت مسولين ومرتزقة لها في محافظة ارخبيل سقطرة تعاملوا مع المحافظة وكأنها امارة ثامنة للامارات وقد ظهر هؤلاء في امارة عجمان في لقاء نظمته السلطات الاماراتية يطالبون محافظة سقطرة بالقبول بالدور الاماراتي المعادل اليمن ما يدلل على ان عين الامارات لا تزال طامعة بالجزيرة وثرواتها